هذه الآية أقسم الله تعالى فيها بالشفع والوتر وقد ذكر مصنف رحمه الله في أول ما ذكر أن الوترة يوم معرفة لكونه التاسع وأن الشفعة يوم النحر لكونه العاشر ونقل ذلك عنب العباس هذا أول الأقوال والعادة أن يقدم العلماء الأقوى لكن ليس مضطرداً قد يقدم الأقوى وقد يقدم ما هو دونه في القوة هذه المسألة ليس في تحديد قول المفسرين دليل واضح أن المراد بالشفع والوتر هو نوع معين أو قول من هذه الأقوال أو تفسير من هذه التفسيرات ولهذا ذكر مصنف رحمه الله في تفسير الشفع والوتر سبعة أقوال وقد بلغها ابن الجوزي في جمعه عشرين قولاً في معنى الشفع والوتر في تحديد المراد بالشفع والوتر والذي يظهر أن الشفع والوتر هنا يشمل كل ما يصدق أن يكون شفعاً وكل ما يصدق أن يكون وترن تحديد المراد بالشفع والوتر في تحديد المراد بالشفع والوتر